في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة تفاقدية للكلية الحربية رفقه خلالها الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة تفاقدية للكلية الحربية فجر اليوم رافقه خلالها الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وشهد خلال الزيارة عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرنات الكفاءة البدنية التي يقوم الطلبة بتأديتها بشكل يومي والتي أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لطلبة الكلية الحربية مقدما التهنئة للطلبة الجدد على انضمامهم للكليات والمعاهد العسكرية ليكونوا بمثابة دماء جديدة داخل القوات المسلحة مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا بإعدادهم لتخريج ضباط مقاتلين قادرين على حماية تراب الوطن المقدس وتحمل المسئوليات الجسام الملقاة على عاطقهم كما تفقد عددا من الأنشطة التدريبية المختلفة تضمنت قفزة الثقة والكروسفيت أعقبه المرور على ميادين التدريب المطورة والموانع الحق هو رفيق في دربنا ولمشي بروق الحق سماما نحن الشهادة تكتبت لنا ونحن في انتظارها بكل اشتيام الحق هو رفيق في دربنا ولمشي بروق الحق سماما وشاد بما لمسه من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية والوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية وشارك القائد العام للقوات المسلحة طلبة الكلية الحربية تناول وجبة الإفطار وناقشهم في العديد من الموضوعات في شتى المجالات وأوصاهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية ليكونوا أجيالا قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن اشتركوا في القناة